مهلاً عزيزي عزيزي مهلاً عزيز عزيزي عزيز عزيز الفيلم اللي عرض عن شمس سماع التعليق يقول ييمن غير عرب الارب في الحقيقة أنا اليوم شتي أريد أن أطلاق هذه المشكلة لقد أفعله كيف يمكنك أن تتحدث هذا الكلام ونقول أن يمن ليس مدرسة لا يوجد مدرسة لقد أفعله مدرسة لأسباب من منكم بالله قد احتفل بمرور 67 سنة من عمره هناك شخص في القاعة هنا لا يوجد لقد أفعله هذا الكلام قبل حوالي مئة يوم أنا مر على عمري 67 سنة والصورة اللي تشوفها هذا الشيء هو لقد أفعله العمل اللي بقدمه اليوم بالحقيقة بدأنا فيه من حوالي ثمان سنين مع شابين قميلين أرسلو لكم ميسج بالمناسبة يهنوكم وهما الدكتور هلال الأشول والدكتور ناصر زاوية كلهما حاليا في أمريكا ناصر زاوية في عميد الدراسات ودكتور هلال ودكتور هلال في ستانفورد وعايش في سويسرا ودكتور ناصر صيدلاني ودكتور هلال تشغله بايو كيميستري في الحقيقة اشتري أعود في طفولتنا زمان لما كنا صغار كنا نشرب ماء من أي ماء قاري أو من ينبوع وكان الماء أحيانا نكون عليه تراب أو أوساخ كنا نأخذ نبتة كان يسموها الإبكي عندنا سميت بالإبكي الآن بمجرد ما تقطع ورقة أو وصل منها تبدأ تقطر دموع كأنها تبكي عندما نضع هذه القطرة على سطح الماء مباشرة تتكون دائرة تزيح كل الأوساخ وكنا نشرب منها هذه في الواقع كانت عملية تصفية مياه بطريقة بداية جدا بدأوا فيها آبائنا وهذا النبات ليس الوحيد في نباتات كثيرة مستخدمة لأغراض مختلفة منها نبات المر أكيد إذا كان سألتوا في البيوت سألتوا آبائكم وأقداتكم وأمهاتكم بيعرفوا هذه النباتات واستخدامها أشتي أنتقل قفزة سريعة إلى قزيرة هي عبارة عن كنز ثمين يمتلكه اليمن وهي قزيرة سقطرة الخريطة هذه تبين من التوزيع النباتي لها اللي ما زالت سقطرة أشتي كل ما تطلع صورة لنبات أشتي أشعر بإعقاب النباتات هذه اللي انتي شفتوها فقط شفتوها فقط في التلفزيون ولكن أتمنى على الجميع أن يزور سقطرة أنا أول زيارة لسقطرة كان عام 71 وآخر زيارة كان قبل ثلاثة أسابيع أنا من عشاق سقطرة ونشجر الدم الأخوين اللي شفناها قبل شوية يستخرج منها سائل يستعمل لتزيين الفخار ولا يستعمل لأغراض طبية كثيرة شجرة اللبان عبارة عن نوع سبع أنواع موجودة في سقطرة في المين لاند موجود عندنا حوالي نوعين وتستعمل لأغراض طبية مختلفة هنا نبات في القزيرة يسموه سبرة ويعود إلى جنس مجاتروفا هذا النبات أثبتنا في المختبر أحد طلاب عمل عليه دراسة وقدنا أنه يضعف من نمو الأكياس المائية وهو مرض يصيب الإنسان عن طريق الكلار وهذا النبات أيضا بالمناسبة من المجموعة التي تستخدم في إنتاج البايفيول أو الوقود الحيوي شجرة الخيار السقطري وهي الشجرة الوحيدة من عائلة الخياريات التي تنمو بشكل قائم جميع الخياريات تنمو منبطحة ما عدا هذا النبات هذا أيضا استخدمناه ضد المرض الأكياس المائية وأثبت أيضا نفعه في هذا من أجمل نباتات سقطرة النبات التي يسموها العدنة بالعامية في المينلاند في القزيرة يسموها تريمو واحدة من النباتات التي عندما تزهر تفقد كل أوراقها لا أشكال مختلفة وعديدة كما لاحظت هنا هذه نبتة صغيرة جدا لم تستخدم أبدا لعلاق طبي ولكن النبات هذا أخرج في القرن التاسع عشر من القزيرة والآن يعتبر أحد النباتات الشايعة في أوروبا والتباع كأزهار للزينة الدكتور عبدالله فارس قال أنه لا يوجد عناوين لكي نوصل لهذه الزهور وبسهولة قد ممكن تروح السقطرة وتقيبوا هذه الزهور هذه ما هي الزهرة؟ هذه آفة من الآفات التي نعم قادكم موجود بس احذروا زاحم واحذر على تليفونك مكتوب تمام؟ فهذه واحدة من الآفات وليست الآفة الوحيدة عندنا مشاكل كثيرة وهي الفساد الرشوة الاتكالية على الغير في كلمة بسيطة أشتأقولها وهي أن حكوماتنا المتعاقبة أدمنت على شيء اسمه الدعم الخارجي وهذه هي مصيبتنا هذه هي سبب فقرنا اللي ما خلتناش نتحرك وننتج فالدعم الخارجي تأتينا تحضرنا مقولة لأحد ما أذكر اسمه الآن يقول الدعم الخارجي هو أخذ أموال الفقراء في الدول الغنية وإعطائها للأغنياء في الدول الفقيرة وهذا اللي يحصل عندنا القهل بأهمية الموارد الطبيعية عندنا في اليمن وهي واحدة من المشاكل التي خلتنا نتكلم في هذا الموضوع في كثير من الناس يعتقدوا جزيرة السقطرة هي عبارة عن بعد ما شفتوا هذه الصور يعتقدوا أنها مكان سياحي ممتاز هذا المجموع من كنا في زيارة رسمية بالحقيقة ولكن في عدد من السياح هناك ولكن في الواقع في مخيم سياحي بيئي وفي أكثر من مخيم ولكنه غير متوفر فيه الاحتياجات البسيطة للسائح وبالتالي حتى هذه لم نستغلها استغلال صحيح المحميات الطبيعية عندنا عدد في القزيرة وعندنا عدد في المين لانك في المنطقة هنا ولكن أيضا المحميات هذه لم تستخدم بالطريقة الصحيحة وبالتالي لم تؤدي غرضها نحن فقط نستعمل الأسلوب السهل جدا ما هي أسهل السبل التي يمكن أن تدر علينا ملاليم عشان نعيش فيها إذا فكرنا شويا نستطيع أن نحصل على أمور كثيرة في الواقع من نباتات العالم المعروفة نبات اسمه الصبر نبات الصبر في اليمن هناك 32 نوع من النباتات ولكن إلى الآن لم يستغل أي منها فقط نبات الصبر السقطري أهالي سقطرة يقطع النبات ويأخذ قل من السوائل التي تنتج منه وتباع يقال أنها تنفع مرض السكر وهي في حالة الخام بالمناسبة أعطيكم فكرة بسيطة عن هذا النبات في نوع اسمه ألوفيرا أكيد السيدات عرفوا هذا ومنتقاته من الكريمات والزيوت وإلى آخره المنتقات من زيوت وكريمات وعطور ومعاقين أسنان تبلغ أرباح الشركات التي تنتج حوالي ثمانين مليار دولار سنويا نعم ثمانين مليار وهذه عندنا هنا مهملة سعر الأمس واحد ذكرنا قل إذا شوفنا الأسعار سعر الكرود إكستراكت السائل الخام حوالي ثلاثمائة دولار للكيلو الجرام الواحد بينما برميل النفط مئة وعشرة دولار للبرميل إذا أخذنا البيوريفايد اللي هو المنقة تماماً نجد أن سعر الجرام الواحد ألف وثمانمائة وتسعين دولار هذا السعر موجود عن شركة سيجما وأولدريتش تعرف الشركات كيميائية يعني الكيلو من البيوريفايد لنبات الصبر هذا هو مليون وثمانمائة وتسعين ألف دولار تصدق أو لا هذا الواقع الذي نعيشه الآن في الواقع النباتات الكثيرة الموجودة كل هذه اللي أتحدث عنها المستخدامات الطبية هذا الرمان السقطري هذا أيضاً نبات الجاتروفا اللي ممكن أن نستخدم في هذه ما هي الحلول؟ الحلول هي أن شوية العلماء الموجودين عندنا هنا وهم ما همش قليل في الداخل وفي الخارج في الخارج عندنا مجموعة دكتور هلال وناصر عيد صورته مرة أخرى أيضاً قبل أسبوعين تقريباً كنا في القاهرة جامعة الدول العربية عقدة لقاء وكان من المشاركين من اليمن أربعة وكنا أكبر مجموعة مشاركين فيها قدمت أربعة بروبوزلز في هذا المؤتمر إثنين منها من اليمن اليمن ليست قليلة يا جماعة وعلماءها ليسوا قليلين عشان أعطيكم فكرة سريعة عن الفكرة التي بباننا إذا أخذنا نبتة من هذه النباتات الآن نستطيع أن نبدأ بتحليلها نعمل عملية إكستراكشن ثم بعد ذلك نعمل عملية تجزئة لمكونات هذه ونحدد كل مجموعة منها أو نعمل موليكيولز ثم بعد ذلك ننتقل إلى إعادة العملية إلى أن نجزئ تماماً ونحصل على أعداد كبيرة من القزيئات وهذه القزيئات في النهاية ممكن نستعملها إلى كثير من الأمراض المعدية ومرض السكري والسرطان وبعض أمراض الجهاز العصبي نستطيع بعد ذلك أن نوسع هذه إلى أن نصل إلى مرحلة تصنيع الأدوية ونحصل على بارتنرشيبز أو مشاركين معنا سواء كان في الداخل أو الخارج ننشر نتائج أبحاثنا نحصل على إجازة أو لايسنس لإقراء هذه الأبحاث وهذه ستدر علينا مئات الدولارات قبل أن نصل إلى مرحلة الدراجز هذه المجموعة التي تكلمت عنها في قامعة الدول العربية ثلاثة من اليمنيين موجودين أنا التي صورتها فبالتالي لا سترى صورتي التعاون الذي سيتم سنبدأ بقمع النباتات من قزير السقطرة إلى صنعة وحيث أنا أعمل هناك سأرسل هذا إلى زمين الدكتور نزار الحفشي حالياً يعمل في قامعة جيزان أسس مختبر ممتاز في قامعة جيزان وهو يمني وأيضاً نرسلها إلى الدكتور هلال الأشوال المقيم في سويسرا إن شاء الله في أوغست سيكون هناك وإلى الدكتور ناصر زاوية في رود آيلاند في أمريكا وأيضاً هناك تعاون مع الدكتور شاكر موسى والدكتور عادل نفزي شاكر موسى من أصل مصري وعادل نفزي من أصل تونسي هذه المجموعة ممكن نبدأ فيهم ونبدأ معهم وخلال سنتين إن شاء الله سنصل إلى مستوى ماليزيا تقربتها معروفة للجميع استطاعت أن تصل في وقت قصير جداً إلى أمور كثيرة وعلينا الاعتماد على نفسنا نستطيع أن نحيل هذه النبتة إلى جواهر وإلى ذهب إذا استغلناها استغلال صحيح أيضاً أحباً أوضح ما هي رسالتنا رسالتنا لليمن هي أن نبعث الطاقات في أوساط الشباب هدفنا أن نضع اليمن كرائد إقليمي في مقال الصناعات بالنسبة للناسية التي هي المنتقات الطبيعية ونبدأ بغنوات تعاون مع ناس في الداخل وفي الخارج ونساهم في تأسيس البنية التحتية لمعامل الأبحاث العلمية في اليمن لنا استراتيجية وهي إنشاء مراكز تميز في اليمن اكتشاف العقاقير في المستقبل وهذه فرصة لوضع اليمن في مركز القيادة في المنطقة إذا تمكننا من ذلك نستطيع أن نصل إلى بر الأمان لتحقيق ذلك نحتاج إلى بطل نحتاج إلى شخص يقوم بعمل جيد نحتاج إلى مجموعة قوية نحتاج إلى الشباب الملهم وأنتم الشباب الملهم وشكرا